الرئيس السيسي يتفقد الأنشطة التدريبية لطلب الجدد بالكلية الحربية ويلتقي بأسرهم الحكومة اليمنية ترحب بتعيين الولايات المتحدة مبعوثاً لها إلى اليمن مستشار ترامب يصرح بأن الرئيس السابق يرفض الإدلاء بشاهدته في محاكمة غير شرعية داخل مجلس الشيوخ الخامسة صباحاً الثالثة بتوقيت جنانية شموكة زوان إخبارية أتيكم من القاهرة أهلاً بكم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة انتفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس الأركان وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي شاهدت تدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلب المستجدين من الدفع السابعة عشر بعد المائة حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية كما تفقد عدد من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الاشتباك والتقى الرئيس كذلك بعدد من أسر وأهالي الطلب المستجدين أثناء زيارتهم لأبنائهم بالكلية وقام بتحياتهم حيث قابلوا سيادته بالترحاب والهتفات الحماسية والتصفيق وقد وجه الرئيس له من التحية والتقدير لما يتحملونه من جهد في تربية الأبناء وتنشئتهم على المبادئ والقيم الراسخة في حب الوطن كما أشد الرئيس السيسي بما لمسه خلال الزيارة من قدرات وكفاءة عالية لطلبة الكلية الحربية والطلب المستجدين وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية رحبت الحكومة اليمنية بتعيين الولايات المتحدة تيم لندر كينغ مبعوثا لها إلى اليمن معتبرة ذلك خطوة لإيقاف الحرب في هذا البلد وقالت الخارجية اليمنية في بيان نقلته الوكالة الرسمية إن الحكومة اليمنية ترحب بما ورد في خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتأكيد على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة اليمنية وأكدت الخارجية اليمنية التزام الحكومة التام بالعمل مع تحالف دعم الشرعية وأعضاء المجتمع الدولي للتوصل لحل سياسي يجلب السلام الشامل والمستدام في اليمن أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن ملتقى الحوار السياسي الليبي سوف يكتمع اليوم الجمعة في العاصمة السويسرية جينيف للتصويت على اختيار أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء للسلطة التنفيذية الموحدة وذلك بنظام القوائم أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في أول اتصال هاتفي مع نظره الأمريكي أنتوني بلينكين استعداد روسيا لتطبيع العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة وأفدت وزارة الخارجية الروسية في بيان بأن لافروف وبلينكين رحبا باستمرار الاتصال بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن لتمديد معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الهجومية حتى عام 2026 الأمر الذي سيسهم في تحسين الأوضاع في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي أو في سياق القضايا الدولية ناقش لفروف وبلينكين الإسهام في التسوية السياسية في كل من سوريا وليبيا إضافة إلى الأوضاع في أوكرانيا أفادت وكالة رويترز نقلل عن مصادر مطلعة بأن وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا سيبحثون الملف الإيراني قريبا أضافت رويترز أن بعض المصادر رفضت ذكرى أي موعد دقيق للاتصال المتوقع بين الوزراء بينما قالت مصادر أخرى أن الاتصال قد يجرى الأسبوع القادم أعلن جيسون ميلور مستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أن الأخير لن يدلي بشهادته في إطار محاكمته الذي سنطلق الأسبوع المقبل في مجلس الشيوخ وقال ميلور لوكرة الأنباء الفرنسية أن ترامب لن يدلي بشهادة في محاكمة غير دستورية وأتى تصريح المستشار بعد استدعاء فريق الادعاء الديمقراطي لترامب للإدلاء بشهادته تحت القسم في محاكمة عزله على خلفية الاعتداء الذي شنه حجد من أنصاره على مبنى الكابيتول في السادس من يناير أعرب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن القلق البالغ تجاه إعلان الجيش حالة الطوارئ في ميانمار وطلب بالإفراج الفورية عن زعيم منت البلاد أونغ سان سوتشي وآخرين وقالت الدول والأعضاء بالمجلس في بيان أن أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة مواصلة دعم التحول الديمقراطي في ميانمار بعدما أعلن الجيش حالة الطوارئ وسلم السيطرة على البلاد إلى القائد العام للقوات المسلحة نهاية المجلس وفي نهاية نحية علم السادة المشاهدين بأن تردد أكسرا نيوز الجديد هو 11785 معدل ترميز 27500 معامل للسقطاب رأسي شكرا لكم على حسن المتابعة